على رغم أن روسيا أبلغت إسرائيل منذ أسبوع عدة بأنها ستجدد صفقة إمداد إيران بصواريخ أس 300 خرجت الحكومة الإسرائيلية بموقف متوتر تهاجم فيه هذه الصفقة وتحذر من نقل هذه الصواريخ إلى سوريا ولبنان واعتبر عسكريون أن خطوة كهذه ستقيد تحركات سلاح الجو في الأجوال اللبنانية والسورية وأعلن الجيش أنه بدأ التدريب على كيفية تجاوز خطر هذه الصواريخ وفيما حدد رئيس أركان الجيش قادي آيزينكوت من اعتبرهم يهددون عمل إسرائيل بعدم الخوض بتجربة مع الجيش الإسرائيلي اعتبر وزير الدفاع موشي أعلون صفقة الصواريخ ستساهم في مضاعفة خطر إيران على المنطقة وإسرائيل صفقة أس 300 هي نتيجة للاتفاق مع إيران التي تسلح حزب الله وتهرب أسلحة عبر سوريا وتخطط لفتح جبهة جديدة في الجولان كما حاولت في شهر أيار وفيما اعتبر وزير الاستخبارات الإسرائيلية يوفاليشتاينتز قرار لكريملين نتيجة مباشرة لإطار اتفاق لوزان والشرعية التي تحصل عليها إيران بفضل الصفقة النووية التي حيكت معها استغل رئيس الحكومة بن يامين نتنياهو صفقة الأسلحة ليكثف حملة إسرائيل لمواجهة الاتفاق مع إيران إيران تمارس عدوانها في المنطقة من العراق وحتى اليمن وتعزز نشاطها خصوصا في لبنان والجولان في سياق الحملة الإسرائيلية ضد قرار روسيا ادعى تقرير استخباري أن طهران بدأت ترفع مستوى التحضيرات لمواجهة إسرائيل على الجبهات كافة وأنها تسلح حزب الله بشكل مكثف وأرسلت بعثات إيرانية إلى غزة وأقامت جبهة أخرى في هضوة الجولان إلى جانب محاولتها تسليح رجال حماس في الضفة الغربية إسرائيل تلمس العداء الأوروبي لروسيا جراء الأزمة الأوكرانية ولذلك تجد في صفقة السواريخ فرصة للمزيد من الضغوط على الدول العظمى حتى تعدلوا في الاتفاق مع إيران أمالش حادي من مدينة حيفا